السلام عليكم الخود نتمنى أن نكونوا كلكم بخير ولا خير ومرتاحين لي مع رأسكم القصة اليوم ستكون قصة مغيرة تماما على ذلك الشيء الذي نعود لكم القصة اليوم ستكون فيها لا جن ولا رعب ولا غموض لا تشي شيء من ذلك الشيء الذي نعود لكم القصة اليوم ستكون غريبة وقصة حقيقية بعدها لكي تعرفوا قصة حقيقية ولكن قصة غريبة وعجيبة ستكونوا أول مرة ستسمعوا بعض مهم أخوة باش بلا منزيد نطوع عليكم كتر ولكن انتي كتشوفني أول مرة لا تنساش تدخل الشارك في القناة وتخلي لايك للحلقة ودابا مع عليكم غرجي بوشيد كيكا ذي الأتاء والأشيق هايوه وعيشوا معي الليستوار القصة ديالنا ستبدأ في بداية السبعينات في 1970 ستبدأ مع شاب فالسطيني كان ذلك السعي الله تخرج من التانوير وبغي يكمل القراية دياله في الجامعة كان بغي يدير تخصص طيب الأسنان وطيب الأسنان كان شوية مصارف دياله شوية طالع قال شنو سنقرأ سنقرأها في الهند في الهند السعي كانوا معروفين بالتخصص في بداية السبعينات كانوا معروفين بالتخصص طيب الأسنان زائد تكلفة الدراسة قليلة وهابطة قال سنقرأت مماية بدأك يدبر المال من هنا ومن هنا جمع من هنا ومن هنا حتى جمع واحد الباراكة ويقطع التذكير الطائرة ويمشي للهند ستضع الطائرة في مومباي نزل في مومباي قال سنقرأ القيطار لكي نمشي إلى هذه المدينة ويقرأ المدينة في الجامعة كان يقرأ القيطار من مومباي حتى المدينة في الجامعة ومن هنا يقرأ سنقرأ القيطار ولكن كانت مسافة طويلة يعني يزيد القيطار قليلا ويهبط في قرية أو في محطة يسترحوا قليلا ويشربوا المال ومسائل ويعودوا ويخرجوا في القيطار ويكملوا الطريق ويجب أن أعرف أن الهند كانت في الساعة كانت الفقر ويجب أن كانت الحالة لهم خيبة وفي نفس الوقات وفي مدينة في الجامعة كانت واحد القرية فيها واحد السيد يدعي على أنه إله يعني كان هو الإله لهم لا يوجد أن يدعي كل المنطقة بقراء وكل المنطقة بقراء كل المنطقة بقراء وحد السيد كان يقولون أنه هو الإله وكان يعبدوه كاملاً كانوا يعبدوه مليون شخص ولا جوجة مليون من الأشخاص كانوا يعبدوه السيد كانوا يأتي وعندوه ومهلين فيه ومخلين مدينين عليه يجبون لي القضوات وفلوس وماكلة عايشينه في النعيم ويقولون أنه هو الإله الذي يأتي عنده يمسح لي على راسه يرشع لي الماء ولمسائل المهم هو الإله دياله هذا السيد بدأ يكبر في العمر وقرر بيموت من الذي قرر بيموت وفي سكرات الموت يقولون لي أنت هو الإله ديالنا صافي سيتموت و سيتموت و سيتموت وماذا يكون الإله سيتموت كيف حالك؟ هذا السيد دكي قال لهم سمعوا يا قوم يا قوم سمعوني قال لهم الإله يتجسد في الجسد الإنسان استغفر الله العظيم هذا ما يقولون هما أرطلق عليهم قال لهم الإله يتجسد في الجسد الإنسان قال لهم هذه الربوبية ديالي خرجت مني أنا و سيتمشي لأحد شخص آخر واحد الشخص آخر هو اللي سيتمشي لي هذه الربوبية ديالي سيتخرج من عندي و سيتمشي ليه هو سولوا هذا القوم دياله و قالوا لهم لماذا كون هو هذا الشخص اللي سيتمشي لي الألوهية ديالك؟ قال لهم هذا واحد الشخص سيكون غريب عليكم و أعطيهم المواصفات دياله قال لهم هذا الشخص بيض عينيه خضرين شعر دياله صفر و كيدوي باللغة العربية الفصحة و سيكون غريب عليكم تماما و سيتلقوه و سيكون بالضبط في المحطة ديال القيطار اللي كين في اللخر ديال القرية ستلقوه تماما ستسنوه تماما هذا الشخص من اللي إلى بال لكم سيكون هو الإله ديالكم جديد أخونا تعليق عليهم لم أعرف ما من رشقات اللي يقول له هادراء قالها صعف يومات دفنوه بكوي عليه حزنو عليه دارو دوك المراسم دياله مراكم عارفين كيف حرقوه مما سائل لك شي كامل صعف يساله قالوا قالوا ده باشنو غد نديرو أجي مشو نقلبوه على الإله جديد ديالنا اللي قلينا الإله القديم ديالنا أجي نقلبو عليه و نشوفو في ناوه قلينا غد يكون في المحطة ديال القيطار خوطنا ذاك القاوم و ذاك شي كاملين بشون المحطة كل نهار كيبشون المحطة كي تسنو الإله جديد ديالهم بنفس المواصفات نهار الأول نهار تاني نهار تالت باقي ما بانش الإله دياله ما غد يطلقوا غير مع مهم ما غد يطلقوا غير مع هادك الفلسطيني الشاب الفلسطيني اللي جاي من مومباي و غادي اللي مدينة في كين الجامعة دياله هادك الشاب غادي مصافر عادي حتى غادي وقف لقيت عرفوا واحد القرير قال غادي نهو نشرب شوية الماء و المسائل و نكمل عاو تاني الطريق هبط هادك الشاب الفلسطيني و هادك الشاب خاسكم تعرفوا باللي كان بنفس المواصفات اللي قال ليهم هادك خون الإله قال ليهم شاب غادي يكون بيض شعره صفر عيني خضرين و كيدو باللغة العربية الفصحة هاد المواصفات كاملين كانوا في ذلك الشاب الفلسطيني غادي هفط ذلك الشاب الفلسطيني من القيطار خوتنا هاد يشوفوا اوه اوه الاله ديال نجاو كي يجريه لعنده دو كي سجدو لي كي اللي كي بوس لي فرجلو كي اللي كي بوس لي فليدو كل واحد شنو كي اللي كي عندك فيه خونا ما فهموا هادو مالو قالوا هو رواقي لا اول مرة هذو رواق يولى يشوفوا غريب عليهم يعني ما كنظرن انها حادي يعني اول مرة يشوفوا شواه بحالة كبياد و راكم عارفين انتم ملهنود قال هذو رواق أول مرة يشوفوا شواه بحالة كذلك الشباش يعني ذلك الشاب يبقى واقفوا بمتئه يبوسوا فيه و يسجدوا له بقى مفاهمواله و اخوه الأخوة طويله ما بغواوا يتفرقوا منه قالوا بمصعب يسمحوا لي وانا خصني نمشي رغل القيطار يتحرك قالوا ويبينة ستمشي كيفينة ستمشي بالله يا بالله ، تركوا الاله وخنا تصدم وصدعم مفاهمه واخذوا ونروا وقروا وقروا يوصم ويسفقوا ويغنيوا ونصدرون وقومون مفاهمها ونزلوا في العمارير كل شيء ضاير مفاهمه ومع ذلك المدخلين إلى القرية لهم وضعه غير مصدوم وخايف في نفس الوقت خايف منهم خايف لا يفعل شيئاً ويصدقوا قاتلينه والعيب يبقى غير ساكت ويبوثون فيه ويسجدون ليه أخونا لم يفهموا له هذا يرى حاول على أنه يعرف ما هو السبب الذي يجعله معه بحلاكة حتى يمكن أن يعرف بأنه كان عندهم واحد الإله قبل وإذا كان الإله قال لي أنه سأأتيكم إلى أخر في نفس المواصفات من هذا الشاب الفلسطيني من المملكة التي أعرف ما يسكت ولم يمكن أن يدوى يقول لي أنه ليس إله إذا قال لي أنه ليس إله يمكن أن يقتله أو لأي شيء العيب قال صعب يسكت وقال قلص الناس يدخلوه ويأتي ويسجد لي كل واحد يدير بدأوا يأتي الكضوات ويأتي الفلوس الماكلة أخونا كانت في الترانس أصدق قالص الكضوات الماكلة كل شيء المجوهرات الدهب كل شيء يتحط قدامه مخصص شيء خير في مقابل على أنه يلجع عنده شيء واحد غير يمسح له في جباته ويهزد الميرش وليه على وجهه وليه يتخرب يقب حلقة قال يعني القادية سهلة أنا رمضة عرب لتامر الأول أجي ندير فيانية إله قال أجي ندير فيانية إله وقادية زوين أجي ندير فيانية إله أجي نمتل على اليوم تانا يون ونقول لي أجي نرى الإله يا ديك أخونا عجبوا الحال أمور غادم جيد بخير ولا خير عيش مخصص شيء خير هذا العام اللوال العام الثاني العام الثالث أخونا صافي ولا فمتبقاش بغي بشيقرة ولا صافرة ولا إله والإله كانوا يتبعوها مليون ولجة المليون دي الناس هذا الله أو لا معكدوا باللغة العربية تبعوه سبعة المليون دي الناس يعني محروف في الهند أو الناس يأتيوا من أنحاء العالم كل شيء يريد أن يرى الإله الجديد وأصلا معه كان قاري كان يدير شيء حويج شيء خداع اللي كان بالصحة كبين على أنه إله ليس بحال الإله كان إله جاهل هذا الراجل الذي كان يدعي أنه إله كان إله جاهل هذا الرقاري وعي وعي كان يقول بهم كان يتعفق مع شخص مثلا يقول أنه يأتي عندي بحال أنك لم تتمشيش يقول أنه يأتي عندي سأمسح لك على رجلك وسأتوقف ويضبر عليه ويعطيه الفلوس يأتي أخونا ويبدأ أن يتزعم أنه يعرج والناس قدامه يشوفوا يأتي وسأمسح لي على رجله وأخونا يأتي يأتي هذا الرقاري يأتي ويأتي يأتي ويأتي يأتي ويأتي 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 وفي نفس هذه وقت كانت السيدة في الهند اسمتها هنديرا غاندي كانت ترشح لكي تقولي رئيسة الحزب الوطني الهندي السيدة هي الحافيدة غاندي الشخصية المعروفة مهمة السيدة كانت ضرورة تنجح في الانتخابات وكانت تخصي عونها شخصيات المعروفة في البلاد شخصيات دينية وشخصيات سياسية كانت تحاول تكسب الكثير من الناس لكي تترشح وتأخذ هذا المنصب سمعت بهذا الأخونا سمعت بهذا الإله الجديد الذي يتبعون وسبعة المليون سمعت به قالت هذا يلد وعلي وقال للناس يتبعوني وتبعوني سوف ينجح في الانتخابات وصافي يعني هذه شيء مضمونة وهذا الشيء الذي يدارت بالضبط هنديرا غاندي سوف يتصيفت على ذلك الناس لكي يدوي مع هذا الإله الجديد الشاب الفلسطيني عندما تصيفتهم يدوي معه ويقولون لها عندما يدوي مع ذلك ويقولون لكي يتبعوك لكي يرشحوا على هذا الانتخابات يأتي ما عندما يدوي معه المسائل قالوا لهم شوفوا أنا بعيد على السياسة ولم يدرب السياسة وخاصكم تعرفوا بلا هذا الشاب الفلسطيني أصلا خايف على رأسه يعني لا يدرب السياسة لا يدرب السياسة يعني عايش به خير ولا خير لا يريد ما خير قال ليس يدرب سياسة ولا يستعر الراس اللهم انقهاني مرتاح مع مخي هذا الشخصي لم يدرب السياسة قال لهم لا هذا الشخصي لا奇怪 هنا سوف أومع اذا ليس لدرب السياسة ألcriptions لا يريد يستمع بعيد 了 لم يجب سوف قال شخصي فلسطيني هنا سيتغل ياسر عرافات وياسر عرافات كان كانت شخصية قوية أعطت ياسر عرفات قلت لها أحد الشاب عربي من الهند ومتبعين وسبعات المليون للناس وبغيتوا يعاوني كي نجح في انتخابات أو لا يريد أن يعاوني يمكن أن يسمع لك لا يسر ياسر عرفات بالطبع صعب يكون نهاني أصلا لقيت نهاني سوف نأتي إلى الهند وفي نفس الوقت سوف ندوز لديه شاب فلسطيني وسوف ندوز معه مني له وإن شاء الله لا يكون غير الخير وبالفعل هذا الشيء الذي يدار ياسر عرفات تشد طيارة وجاء الهند سوف يسمع المسائل داخلين ويجعل هذا الشاب فلسطيني ويجعل الناس واقفين ويتبركوا منه ويعبدوا فيه بدأ داخل ياسر عرفات تقدر يوصل إلى شاب الفلسطيني الزراسوا وعرفوا ياسر عرفات قال لي أهلا بياسر عرفات تفضل مرحبا بك قال لي السحداء بقى يدويه وهنا قال لي ياسر عرفات او ديرا انديرا غاندي بغطر الشح بشتولي رئيسة الحزب الوطني الهند ويجعل ذلك الناس ولكن لا تريد تعاونها قال لي انا جئت عندك ذلك شخصيا كنت طلب منك ان تعاونها شاف فيه هذا الاله هذا الشاب الفلسطيني وقال لي شوف ياسر عرفات قال لي نرى ما عنديش معتش دير السياسة ودير المسائل غير خليني هاني وبعيد على هذا الشي ياسر عرفات قال لي وزع ما الله يرضي عليك زع ما على وجهة زع ما احنا عراب زع ما ادير مهل مزيان ويقول لي هذا الاله الشاب الفلسطيني قال لي تكدوا معي انت بحالك ماذا يصحاب لك راسك شحال قاعد انت انت براسك شحال يتبعك من واحد جوش المليون دي الناس دليcks شحال جوش المليون دي الناس وليس عرف الاله قال لي اوه الاله ولو مش عرفات ياسر عرفات سترجع لبلاده ولا حال والчи وقال لي لا أعجبوا الحال نهائياً وهنا سأعيط المعمر القدافي الرئيس للليبي سأعيط لي وخاصكم تعرفوا بأن القدافي كانت أي دولة في العالم كان عندها شيء مشكل ولا بغى تصفى حساب ولا بغى تصفى حساب ومعنكش كانوا يعيطون القدافي هو الذي يفاسر عليهم ومعنك حلهم دائماً من المشكل ذلك ما يدار ياسر عرفات؟ عيط القدافي السلام السلام قل لي يا روحة الشاب فلسطيني في الهند وبغايتك تجيبوا لي اللي هنا لعندي قل لي واشي قدر تدلي المهمة؟ قل لي القدافي مرحبا طلبتي يا الموجود كون هاني يا هذيك معمرا القدافي سيكلف واحد الفرقاء ولا واحد ذك الشي اللي انا ما عارفينوش سيكلفهم وسيمشيو تل الهند سيخطفوا الإيلاذ ذك الشاب فلسطيني سيخطفوه من بعد مدوز سنوات و سنوات تمة سيخطفوه من الهند سيجيبوه تلياسر عرفات هذيك الهنود اللي يتمايا فاقو الصباح أوافين هو الإيلاذ لنا تخطف على أن الإيله موالو إيله مقادر شي يدافع على رأسه و عرفوه باللي ما إيله موالوه ثو ما نيسو اخونا جابووه اليسر عرفات و تهلاوا فيه مزيان اعطاهو ملخة لعصا يقول لي يا نواء الإيله ديالك تعتبعونا سبع الأنمليون تهلاوا فيه مزيان أعطاه سلخة لأسا ودخله للحبس سيكون واقع لدوز الحبس من بعد خرجه ومشل الدرب دياله وتحول من إله كان في الهند كيعبدو 7 مليون ديال الناس أصدق رجع للدرب فين كان مرياه فراز الدرب وهكذا سيكون سهلات القصة ديالنا للصراحة أنا شخصيا من اللي سمعتها ضحكتني قصة زوينة وممتعة وقلت نعودها لكم اليوم لنخرجوا من إطار الرعب والغموض والجن نبدلوا قليلا والذي أعجبكم من النوع هذه القصص لا تنسوا ما تكتبوا لي في التعليقات لكي نضحقوا بها قليلا شيء آخر أريد أن أقول لكم إذا لديكم شيء قصصة وأعتراض لكم أو شيء قصصة أريد أن تعودوها أو شيء موضوع أريد أن تقترحوا عليها دخلوا عندي الانستغرام هنا تواصلوا معي وتمك تقدروا أن تقترحوا عليها أي شيء أريد لا تنسوا الحلقة مع أصحابكم وتخليوا لايك كان معكم أمين قيطي تالله موسيقى